اجي تفهم المهم بما ان الموضوع دير البوز هاد الايام على موقع اي ماركتينج انا غادي نحاول نشرح لكم لماذا هاد الموقع نصاب وغادي نعطيكم الدلائل حيث لاحظت انه الكثير من الناس دخلين لها وبنت لهم الفلوس باردا دون مجهود وده بقبل ما نهضروا على هاد الموقع فاولا غادي نقول لكم بانه نحت الساعة اللي كان نهضر معاكم فيها فهاد الموقع باقي ما كان فيه حتى شي نصب وبان الناس اللي خدامين فيه فارا خدامين وكيصوروا الفلوس فمن اول المشاكل اللي بنت ليا انا في هاد الموقع هو انه كيحاول يغرين الناس باش يشتركوا باي طريقة فمثلا كين بزاف ديال اليوتيوبرز بزاف ديال الاشخاص اللي كيقوموا بترويج الكود ديالهم باش يملي يدخل هادك الكود في الحساب ديالك يعطيك الموقع سلاف ديال خمسين دولار اذا من هاد المنبر كنقدم واحد دعواء لجميع اليوتيوبرز جميع الاشخاص يربحوا على دهور ختم فهاد الشيه ده ارى ما يبغيه لله لعبده فكيفاش اخي غادي تحاول تزين للناس هاد الموقع وتخليهم يمشي ويتقاتلوا كين اللي غاي بيع البيس دياله كين اللي غاي بيع الهاتف دياله كين اللي غاي تسلف باش يجيب ديك مئة دولار يحطاه في الموقع وفي الخر يضربوا اتران فالله يهديكم مرة اخرى الله يهديكم وحيط احنا كما كتعرفوا كنموتوا على شي حاجة اللي هي باردة وما فينا اللي يخدم فهدي تتعتبر نقطة من نقاط الضعف ديالنا اللي غادي تخلي هاد الموقع هاد ينصب علينا بزيان النقطة الاولى الدفع يتم عن طريق العملات الرقمية وهاد الشي ما يمكنش تبعوه وهاد شي معروف وكيعتمد عليه جميع المواقع اللي كينصب ولكن كينحتاء الدفع عن طريق الفيزا والماستركار في اغلب كتلقاء هاد الوسيلة غير متاحة وتيقلك قريبا ومرة مرة كتلقوها ولكن كيستخدموا منصة الدفع اونيت باي والمفاجأة انك تدفع عن طريق موقع اونيت باي موني وهذا غير موقع فيك مستنسخ من منصة الدفع الروسية اونيت باي ريو هاد البوحدة تخليك تشك مئة في مئة زيد عليها البيانات ديال البطاقة ديال الكتبقة مع مول الموقع ماشي مع بوابة الدفع المعتمدة النقطة التانية هي بلي بيانات واوراق تسجيل المشروع ما كينحتاش معلومة على مالك الموقع او السيو ولا المسؤول عليه وهذا كيعني ان الاوراق الرسمية ديال المشروع ما عنده تاقيمة وما كينحتاش مسؤول قانوني اللي غدي تحمل المسؤولية في حالة كان هاد الموقع فعلا مصاب النقطة التالية جميع بيانات الدومين باش مسجل الموقع اغلبها مخفية هنا يبلغ انه مسجل من جزر الباهاماس من المفروض الشركة من هونغ كونغ وهاد شي كيدخلك الشك اكتر واكتر رابعا الموقع كيستخدم نظام بوزيتشيم وهذا عامل مشترك بين تسعود وتسعين من مواقع ومشاريع النصب سير قلب ودير شوية ديال البحث عن هاد بوزيتشيم الى بغتي تفهم اكثر خامسا الموقع كي عرض عليك كريب حيصل الى 35% شهريا يعني كنت يحط 100 دولار غدي تربح عليها 35 دولار وهاد النسبة طلعا بزاف وغير منطقية بالنسبة للبيزنس وهاد شي كيف يفهمو اصحاب الماركوتينج مزيان حي تعارفين نسبة غير منطقية كيعطيها لك غير اللي بغي يطمعك ومعول يضربك شي نسبة عالمية سادسا واخيرا حسب البيزنس موديل ديالو فلو كل واحد استطمر 600 دولار في الموقع كل واحد فيهم غاي خرج في العام بـ 800 ألف دولار والصرف الى بلك هاد شي منتقي مرحبا بك اخي الكريم في كوكب الزوم الرضا الخلاصة ما ليندك الموقع المخفيين ما زال ما قروش يعلقوا بالفلوس ولكن غادي يوقع عقده ولا العام الجاي الى كنت مشارك معاهم سحب فلوس وبلوك الكارت اللي دفعت بها ولكن انت ما زال ما شاركتش بحالي معاهم ها انت فهمت البلان اللي كنت بغي تفهم يوسير نوت خدم على راسك ودخل القناة ديالي كين اندوارات اللي غادي تربح منورهم الزبابل ديال الفلوس لكن ضروري من الجدية والعمل والخدماء الخدماء الخدماء فمثال كين عندي هاد الدورة ديال من الصفر يعني تكون ستو غادي تتعلم غادي تتعلم ما عايش بكش هاد شي ديال يمكن لك كذلك غادي تمشي لدورة امازون كي دي بي بيع الكتوب في امازون ولكن ايلا خدمتي مزيان وانفيستيتي في راسك وحيدتي هاد الخوى من راسك المهم باش ما نطوش الفيديو جميع الروابط ديال الدورات اللي عندي في القناة غتلقاهم في وصف هاد الفيديو ولا يمكن لكم تدخلوا للقناة مباشرة ودخلوا البلايليست وتختاروا اي دومين بغيتوه وتما غتلقوا جميع الفيديوهات من الصفر حتى الاحتراف ان شاء الله اذا كان هذا اول فيديو المقتضى بديال اليوم عجبك الفيديو ما تنساش تقرص جيم وتبرط جيم على اصدقاء ديالك وإلا كانت هدية اول زيارة لك اخي اختي القناة ما تنساش الاشتراك وتفعيل داك الجرس باش ديما يوصلكم الجديد وإلى اللقاء يا اصدقاء اشتركوا في القناة